بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى رب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الحمد لله الذي منى علينا وعليكم بفضبه في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان شهر الخيرات شهر الطاعات شهر التراويح شهر الاستغفار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم كل شيء إنه لكم فقط النقر إنه ل الله سبحانه وتعالى إنه لهم هذا ما قال الله كل شيء إنه لك إنه لتنمي فقط تنمي كمعه أنبيجة تفاشيك تحاضرة القلب ثلاثرة النافس تلكيات هذه الناس عندما يبدأ يبدو أن يكون في المنتقل إنهم تفشلون ونريد أن يكون في المنتقل وراء المنتظر يقول أن الهدفة من المنزلة الآن لا يمكننا أن نذهب إلى تراويه. لماذا؟ لن نرى الضوء. نرى الضوء. نرى الضوء. ما هي الضوء؟ نرى الضوء. الله سبحانه وتعالى لا يرى الضوء. لا يرى الضوء. سبحانه وتعالى الضوء. الشيء الأهمية. كما تبدأ تقبل تراويه من خلالك. فهو تباوزك لك. وكما تباوزك. عندما تباوزك وكما تباوزك إلى الله. الله يوجدك. يتباوزك. 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 وكما تباوزك لك. ثم تباوزك. لك. وكما تباوزك. وكما تباوزك. وكما تباوزك. في المنزل التراويه. وكما تباوزك. وكما تباوزك. ما تباوزك. قم reconnaد. وقرب أشمك. وكما تباوزك. كما تباوزك. كما تباوزك. قرب أخرج من خلاله. قرب أخرج من خلال. قربما تباوزك. قرب أخرج من خلالك. حتى كله دخل. وليست الضوء من المحطة لذلك أجر الصائم كأجر الذين يعملون على إفطار الصائم وأنها أيها الأجر للمنزل لذلك بدأت للمساق الرجال القرآن هذا هو الأمر هذا هو ما الذيJack القرآن الكريم الله في ليلة القدر هذا هو العظيم 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 القرآن لذلك يجب أن تتذكر كل يوم حتى لو قرأت من القرآن القرآن في المنزل القرآن هذا ليس كبير ولكن هذا بسبب الله سبحانه وتعالى قد يكون أبدي في القرآن وقاله وقاله يعتدون القرآن وقاله على القرآن وقاله على صلواته حتى لو عدتهم ولا يعتدون لإشتراك لأنه يتعلم على القرآن حتى لو قلت الراويح أو صلاة لتهم بإمامة لتضيع ابتداء حيث اظنهم فلوني that is the age of four before we finish my speech because time is very small the month of the after he won in the 11th of the month of the Ramadan it was first Ramadan for Sayyidina Sheikh in the like five to six months but in the month of the Ramadan in that age five to six months he was fasting all the month he used not to take a milk from his mother from the Fajr time till the Maghrib times till he became famous in that city and the last day of the Ramadan a lot of ulama they cannot find today is the last day of Ramadan or today the first day of the Eid so they say that go to the Bayt al-Ashraq al-Sadat house there is the mother is called Fatima Omar Khair she have a son is called Abdul Qadir he was not taking a milk from his mother during the day we will ask her if she will answer we will follow her answer so they went to her and they asked her your son he's taking a milk today she said no till now he never take the milk then everybody we come to know today is the last day of the Ramadan that time in that age of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani he was a kirama with his mother to show all his village and the place what is the maqam of the awliya and the ali bayt Rasulullah we ask Allah subhanahu wa ta'ala give us a power to follow all the ali bayt and al-awliya and saliheem wa akhra ri'awana alhamdulillahi rabbil alameen salatu salam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salamatullah alayka tala al-badru salam alayka alayka ul-badru wa da'i wa jaba shukru alayna wa jaba shukru alayna ma dar'ani la'i da'i ya nabi salam alayka ya rasul سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شيئا لله يا عبد القادر شيئا لله يا عبد القادر محي الدين في القلب حاضر جايلاني بالله ماهر جايلاني بالله ماهر المداد يا عبد القادر المداد يا عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمة الرحمن رحمنا ورحمة جماعة الحاضرين بارك لنا لنا ولهم شاكنا وعاتنا وعافق منزب القرآن شفاء وعافق ورحمة باركة برحمتك يا رحمة الرحمن اللهم مبارك لنا ولجماعة الحاضرين في المكان اللهم اجعلنا ولهم هذا المكان مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا وعلا عننا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات المرحمتك نستغطي يا رحمة الرحمين بهذا الشهر المبارك من شهر رمضان اللهم موفقنا لمرضاتك وطاعتك والعمل على كتابك وسنة نبيك يا رحمة الرحمين اللهم ارحم موتانا موتى جميع المسلمين خاصة وخصوصا اللهم ارحم والدنا الشيخ السيد عبدالقادر منصور الدين لما تحبه وترضاه يا رحمة الرحمين اللهم اجعله مع الأولياء والصالحين وحسن إلائك رفيقا إلى يوم الدين اللهم نقي خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واعف عن سيئاته وجازي سيئاته إحسانا اللهم آته بيتا خيرا من بيته وأهلا خيرا من أهله واجعل نتواه بجنة مع الأنبياء يا رحمة الرحمين نقبل دعائنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين اللهم خاصة وخصوصا سيدنا القبر الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد الموحي الدين الغوث الأنبياء والصالحين and we ask Allah subhanahu wa ta'ala اللهم لك سمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وعلى رزقك أبطرنا ذهب الزمن وابتلت العروب وثبت الأجر إن شاء الله we ask Allah subhanahu wa ta'ala to apologize and forgive for all the ummah إن شاء الله in this first day of the rawda of the ramadan واخر دعوانا and الحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين